أهلاً أحبائنا مشاهدينا أنا موجود في موقع في غاية الأهمية أنا على جبل صهيون ورح أتكلم في هذه الحلقة عن محاكمة المسيح أنا موجود في الموقع ذاته على جبل صهيون والكنيسة اللي شايفينها خلفي الكنيسة اسمها سينت بيتر زينجاليكانتو أو كنيسة صياح الديك بنيت هذه الكنيسة فوق بيت قيافة وبيت قيافة في نفس الموقع في السجن ومش بس موجود السجن موجود الجب الأسفل وين أبقوا يسوع حتى صباح اللي يأخذوا للمحاكمة المدنية أمام بلاطوس هذه المنطقة مشهورة جداً في الكتاب المقدس جبل صهيون جبل الرب وتوجد عدة مواقع من هذه الجهة يعني عدة أمطار في العلية علية صهيون وين المسيح أخذ العشاء الأخيرة مع التلاميذ وفي نفس العلية امتلأ التلاميذ في يوم الخمسين بالروح القدس وهذه المنطقة تستطيع أن ترى البلدة في الأسفل هذه البلدة اسمها سلوان وين المسيح طلب من المولود أعمى أن يذهب ويغتسل في بركة سلوان ورجع بصير وطرى جبل الزيتون ومسجد الأقصى وبيت عنية من خلفي جبل الزيتون مثل ما شايفين منطقة مليئة بالمواقع الكتابية